أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على أن مناخ الاستثمار في مصر الآن يفتح ذراعيه تماما لكل اقتراح أو مشروع فرنسي للعمل والاستثمار في مصر خلال استقبالي سفير فرنسا بالقاهرة إراك الشوفالي وأعضاء وفد مجلس الشيوخ الفرنسي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية بحث الجانبان تعزيز أوجه التعاون خلال المرحلة القادمة بما يصب في النهاية لتقوية الروابط التاريخية وفتح أفق جديدة من التعاون بين البلدين من جانبه وصف السفير الفرنسي العلاقات بين القاهرة وباريس بأنها وثيقة للغاية لا سيما على الصعيد السياسي والشعبي مؤكدا على أن الشعب الفرنسي دائما ما ينظر إلى مصر وحضارتها بشغف خاص كما أشاد الوفد الفرنسي أيضا بدور مصر المحورية على المستويين الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر